السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كنتم نتكونوا باحسن احوال افصحة جيدة وانتما كتشاهدوا الفيديو دي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم ميني بيزا على شكل بلاغات لغادي نحضروها دفعة واحدة طريقة مختصرة بالنسبة لعجين كتجي خفيفة ورتبة بمكونات جد اقتصادية بدون حليب او بيد او زبدة الوصفة اللي معتمدة عندي معمري ما كان بديلها وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم بزاف الى عجباتكم الوصفة ما تبخلوش عليا باللايكات ديلكم والتعاليق المحفزة ويلا هندوزوا باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحذير وغادي نبداو مباشرة في التحذير ديال العجين غادي نحتاجو كأس ونصف ديال دقيق القمح الصلب هو اللي كنسميه الفينو وكأس ونصف من الدقيق الابيض غادي نسمي العجين بالقليل من الزعتر كيبقى اختياري اللي ما كيعجبهاش المدق ديالو تقدر تستغنعليه ومن الاحسن ديفوه كيعطي مدق زوين كي نسمي العجين درت ملعقة صغيرة من الملح وخلط النواشف ضفت ايضا ملعقة كبيرة من الحليب مجفف اللي عندها تديرو واللي ما عنداش تقدر تستغنعلي هذي اضافة اختيارية زدت جوج ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل اللي تقدروا ايضا تعودوها بالسكر ولكن انا كنفضل انكم ديرو العسل غادي نزيد ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وغادي نعجنو العجين ديالنا بالماء الدافئ فانا ضفت كأس كامل ديال الماء في ميتين ميلي بديت بهذيك الخميرة هي اللولا دوبتها وبديت كنجمع العجين غادي نحتاج مازال انني نزيد ندف الماء في زيت ربع كأس بطابعة الحال الكيمية ديال الماء غادي تبقى على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم فبقاو كتضيفو في الماء شوية بشوية وانتو ما كتجمعو العجين حتى غادي تحصلو على عجين اللي غادي تكون رطبة وفي نفس الوقت ما تلتسقش في اليدين غادي نحطها فوق سطح العمل وندلكها ديال كل عجين ديالكم مزيان فكيف ما كتشوفو العجينة راها رطبة ما كتلتسقلي في يد لف سطح العمل باش هكا من بعد ما تعدبناش غادي نرجع نحطها في البول ندهليها الوجه ديالها بشوية ديال زيت زيتون ونغطيها بالبلاستيك الغدائي ونخليها حتى كتخمر غادي نخلي في صندوق الوصف المقادير مكتوبة العبار بالكأس وبالقرام باش كون واضحة جميع الاخوات دبا غادي نخلي العجينة كتخمر وغادي ندوز باش غادي نوجد باقي المكونات فغادي نحتاجوا للصلصة ديال طماطم او صلصة ديال بيزا انا كنستعمل هادي هكا كجيني سهلة كندير هاد السلصة ديال طماطم اللي كتباع واجده كنزيد لها شوية ديال الملحة وكنستثمها بشوية ديال الزعتر وزيد الزيتون وغادي نحطها على النار كتشحر كنخليها كتشحر على خاطرها حتى تنشف من الماء مايبقاش فيها الموت واللي عندي وحد صلصة اللي عاقدة وواقفة بطابع تلحنتو ما غادي بقاليكم الاختياري لك انتو كتحضرو شي سلصة كتعجبكم سلصة ديال بيزا كتوجدوها منزلية بطريقتكم فكتحضروها انا كنديرا غير هادي كجيني السراحة سهلة وما كتاخدش لي الوقس كتشوفوا معي خليتها تشحرات مزيان كتولي بهذا الشكل دابرة غادي نديرا هنا وغادي نخليها كتبرد بين مخمرات العجن بالنسبة للحشوة غادي ندير حشوة سهلة بسهلة بسهلة وسريعة غادي ندير تونة عندي هنا تقريبا 100 قرام ديال تونة وجبن مبشور عندي خالات بين قودة وموتزاريلا تقدرو تديرو نوعية واحدة اللي كتفضله وزيتون اسود صافي هاد الشي اللي غادي نحتاج ملي خمرات العجين فرقت منها الهواء اللي تشكل فيها وغادي نرش سطح العمل بالدقيق انا كنستعمل الفينو هو لي كهكا كان بسط بيها بيزا دائما كيجي احسن من الدقيق الابيض فمن الاحسن ديرو الفينو وكان مرر هديك الكورة كان مررها من جميع الجوانب بالفينو من بعد كان بدا كان بسطها بالمدلك ملي تبسطوها ما تخليوهاش غليدة باش مجيكمش البيتزا ديالكم غليدة بزاف وتاني ما ترقوهاش كسر من اللقياس كتشوفوا معايا السنك وهنا ايا بديت كنقطحها بالقطاعة ديالبيتزا وبطبيعة الحال متومة كتتحكموا في الحجم ديالهم كيفاش بغيتوهم كبار صغار متوسطين انا قدرتهم بهذا الحجم هذا جو متوسطين جوز وينين وبديت هنا كندير في الصلصة ديال الطماطم اللي بطبيعة الحال كانت بردات داروري نديروها تكون بردة ما نستعملوها شو هي تخونة كتشوفوا معايا السلصة ديال الطماطم كتكون هكا عاقدة وواقفة باش من بعد ما اطلقش لنا المفل ببيتزا وتجينا العجين كما كنقولوا غادي تفزق لنا العجين ما غاديش تجي زوينة من الاحسن تكون السلصة الطماطم بهذا الشكل هدا وواقفة وغادي نضيف التونة وبطبيعة الحال الحشوة كتبقى اختيارية تقدروا تضيفوا مكونات اخرى الي كتعجبكم الي كيعجبكم الخضار تقدروا تاخدوا فلفلة مع البصلة وتشحروهم حتى كينزلوا وتزيدوهم التونة حتى همرا غادي نيجي زوينين انا كتفيت فقط بهذا التونة هادي حشوة اللي سريعة اللي تقدر اي سيدة تحضرها حتى الاخر لحظة من بعد غادي نوزع هنا يخلات ديال جبن موزاريلا مع جبن مبشور وتقدروا تكتافيوا فقط بالموزاريلا او جبن مبشور من اللي غادي نوزع الجبن غادي نزيد رشة من الفوق ديال الزعثر لمادق ديالو رحكي تواتي بزاف مع هادي المكونات وناخد هادوك الحبات ديال الزيتون اسود وغادي نبدأ نسد بيهم هاد البلغات كنجيب كل جوج اطراف للواسط وندير حبة ديال الزيتون انضغط مزيان ونتاكد انها تسدت ضروري تضغطوا مزيان باش من بعد ما يديروهم في الفران ما يتفتحوش ونكمل بنفس الطريقة هالطريقة الصراحة سهلة بزاف وعملية ونهزهم بهاد الشكل ونحطهم في الصفيحة ديال الفرن فهاد لوقيسة هادي انا مشي على الفران باش غادي يسخن على ميتين وخمسين دراجة كنشعل الفران من الفوق والتحت بجوج في نفس الوقت وكنخليه حتى كي يسخن مزيان عاد كندخل صفيحة باش هكا البيتزا ديالنا كالطيب السربة وكالتتحمر في مدة اللي قليلة بلا ما تتعطل لنا في الفران وهكا داك الجبن كي بقالينا مطاطي والبيتزا ديالنا كالتتحمر وكالطيب بلا ما تقصاح كالجين العجين رطبة وخفيفة فهدي شي حاجة اللي مهمة طريقة ديال الطياب داروري الفران يكون سخن مزيان وعلى ميتين وخمسين درجة باش تنجح معاكم بيتزا جميع الانواع ديال بيتزا طيبوهم بهذا الطريقة هادي ورغمك ياخدوش مدة طويلة في الفران عشرة دقيقة حتى الخمستاشر دقيقة بين عشرة وخمستاشر دقيقة سافي تكونوا تحمروا وطابوا وكيتحمروا في مرة واحدة من الفق والتحت في مرة واحدة كتخليوا الفران ديركم شاعل فق والتحت في مرة واحدة حتى كيتحمروا وكتخرجوهم والشكل ديالهم كيجي وهذا العجين كتجي خفيفة بزاف وكتجي رطبا جربوها سبق لي وشاركت معاكم العمل لداز بيتزا بشكل دائري اللي كان طبعوهم بالكأس حتى هما طريقة ديالهم سهلة بعدين خليلكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله تجربوهم ويجبوكم بزاف ونتلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة